صفا بتقول إن شعرها بيقع بالجدر الشعر لما يقع يقع ضروري يقع يبقى ضروري نعمل قاعدة للناس دلوقت الشعر ضروري يقع وهو كده ضروري إنما ميزيتش عن ميت شعرايا في اليوم طب أنا هقعد عدة يا دكتور عاصم حاسيب شغلي وأقعد عدة مئة بيبان على المخاذ بيبان إنما نقدر نعملها بطريقة تانية إحنا هنجيب فرشة ونسرح شعرنا كده وبعدين كل يوم نجيب فرشة يعني تانية تلات فرشات علشان نعرف ده شعر الإسبوع ده وده شعر الإسبوع اللي بعده هل بيزيدوا ولا بيقلوا يعني تكمل وهل كلهم معاهم جدر لو لقيت أكتر الشعر أكتر إحنا نمر واحد بنفكر فيه نعمل تحليل هموجلوبين وحديد تحليل الهوموجلوبين والحديد ده مهم جدا وبنعمل حاجة اسمها فريتين ولنما وظائف الكبد هنا مهمة جدا لقينا كم الشعر لما دينا فيتامينات وكده لابتدى يقل 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 يبقى احنا ما نشير في الطريق الصح ونبتدي نشوف قد إيه في الشعر قد إيه بالشعر بيقل وده مهمة والنبي بس أنا عايزها تتأكد أنه الشعر بيقع بجدره لحسن يكون بيقع من غير جدره من غير الجدر والجدر لسه في فروة الراس فدي سهلة بس نعمل التحليل واتكلمينا المرة الجاية ان شاء الله ان شاء الله